لم تقنع تقارير المقدمة في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب والخاصة بما يمر به الجانب الأيمن من مدينة الموصل ممثلي المحافظة في البرلمان حيث تم استضافة عدة وزراء واجهات معنية لمناقشة الأوضاع الكارثية للأهالي هناك والقرارات التي اتخذت وهي لم تنفذ بهذا الخصوص جلسة استثنائية خاصة بالأوضاع التي تمر بها مناطق الجانب الأيمن من مدينة الموصل عقدها مجلس النواب بحضور وزراء وممثلي وزارات عدة إضافة إلى محافظة نينوى لتقديم تقارير توضح أسباب الإخفاق في احتواء الأزمة نطالب من السادة الوزراء بصرف الموازنات التشغيلية لكافة الدوائر لمحافظة نينوى حتى يتمكنون من أداء مهامهم لا أنا أقول هناك دين للمواطن وحقوق لدى المواطن عند الحكومة منذ سنتين ما استلم الغذائية مالتا فاليوم كل مواطن عند استحقاقات يجب أن نكسل هذا الرواتين ونعمل على إرسال أسطول كامل توزيع مباشر إلى المواطن واستحقاقها لسنتين يعني أنا أسأل كل الأخوة المسؤولين ومثل ذلك الحكومة هم يمثلون جانب مهم يعني التوقعات عندما تبدأ المعارك في الموصل ما يكانوا يتوقعون بأنه سوف يكون هذا النزوح في ساحل الأيمن مثلا يعني لم تكن هناك استعدادات خلال 24 من يوم 19 شباط إلى اليوم 24 يوم أكثر من 100 ألف نازح من ساحل الأيمن لم يكن هناك لا مخيمات كافية الاستعدادات غير صحيحة التقارير الوزارية لم تقنع ممثلي محافظة نينوى في البرلمان والذين أبدوا امتعاضهم مما وصفها بالتبريرات غير المقنعة متهمين الوزارات الخدمية والأمنية وحكومة المحافظة بالتقصير المتعمد تجاه أهالي الموصل لكن لحد الأن لم نلاحظ فرقة الدفاع مدني واحدة سوريا كل هذا الضرب والشي فرقة الدفاع المدني تخلي العوائل اللي تحت الأنقاض أربع بيوت في حي المأمون اليوم 16 يوم 42 شخص تحت الأنقاض سيدة وزيرة أسأل السؤال بشانة وصلت في مستشفى أربيل طوارئ أربيل سيادة الرئيس والله العظيم الجرحة في مستشفى أربيل وغرب أربيل ينزفون ولا أكو أحد من يعيثهم كان المفروض سيادة الرئيس أن يقوم وزير الهجرة بإنشاء مخازن قرب المخيمات وإحضار الموات الضدائية مفردات يعني خمس تشر يلا يطلع لخطة طوارئ لمحافظة نينة وإنقاذ النازحين أين كان في هذه المدة؟ سيادة الرئيس هذه السهانة لأهالي محافظة نينة استخفاف بالنازحين رغم تخصيص الجلسة لإنقاذ أهالي الموصل مما وصفت بالكارثة الإنسانية إلا أن الحلول كانت وما زالت متوفرة لدى من حضروا الجلسة والذين سجلت أكثر من علامة استفهام على أدائهم رغم نفيهم وجود أي تقصير في عمل وزاراتهم وذهبوا باللائمة على رئاسة الوزراء لعدم صرفها المستحقات المالية لإنقاذ النازحين في حل المشاكل شكرا للمشاكل